السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة يوسف تيك برو في فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا قررت انني نديره باش نجاوب واحد الفئة من التلاميذ اللي باقي تشغول واش بالصح المغرب غادي يدير سنة بيضاء. فبنسبة لهذا الموضوع را باقي لحد هاد الساعة اللي في انت تشوف هاد الفيديو هذا فرا باقي حتى شجيها ما قالت شي حاجة بخصوص هاد الموضوع. وانه الوزارة كما سبق لنا وشفنا. راه لونسات واحد البالاغ باش تنفي فيه واحد الخبر الكاذب اللي كانت يدور في مواقع تواصل الاجتماعي فرا كتباته وقالت بانه مجرد اشاعات وكذلك قررت انها تتابع قضائيا هاد الشخص او لهاد الاشخاص اللي خرجوا هاد البالاغ هادا. دونك من هنا انه هو تعرف ان الوزارة فراها صار ما في خصوص هاد الموضوع هادا دي الساعة البيضاء. ودليل اخر ان الوزارة كل نهار تتحاول انها تنجح هاد عملية تعليم عن بعد. واخا هكاك فراها صراحة باقي واحد الفئة من الناس اللي متضررين بزاف من هاد تعليم عن بعد. لي هم الناس اللي ما عندهم مش الامكانيات انهم يكملوا التعليم ديالهم عن بعد. زيد على ذلك واحد الفئة اخرى اللي هي الناس ديال البوادي اللي كذلك هم راه تيعاني وتيعاني وبزاف الضعف الانترنت او للغياب التام ديالها. كذلك انه كل ما عندوش قاع تليفون او لا ما عندوش باسي منين غي يكمل هاد تعليما عن بعد كذلك. فرا ما عرفتش انا الوزارة الصراحة اش غدير فحق هاد الفئة هادي. لانها صراحة متضررة بزاف. ولكن الى جينا من دوي ومن المنطق فراها مستحيل ان الدولة تدير سنة بيضاء. لانه راه تداعية ديال سنة بيضاء. راه ما شي شي حاجة لي سهلة. راه اول حاجة غدتبعك واحد الميزانية عوشانية العام الجاي للمغرب ما يقدش عليها. وفضل هاد الازمانية اللي كينا. وغد زيد عليها السنة بيضاء فراها صعيبة. انا راه ما تنقول انها مستحيلة مغدرش. راه كافتراضية كينا. ولكن راه صعيبة. راه هذا هو اخر حال تقدر الوزارة تاخده هو الاقرار دي السنة بيضاء. وبخصص فرا كما تنشوف كين اللي تسوى كونه هما الدول اللي اعتمدوا على السنة بيضاء هذا كذلك اشياء تقولك فرنسا دارتو جزائر ما عارض شي اشي اشياء تخرج. ولا حدود الساعة عرب بقى ما كانت اشي دولة خرجات قد لك احنا قررنا السنة بيضاء. واللي عنده شي مصدر يخليل نلتحت في كومنت يا. وكذلك بالنسبة لصحاب لافاك اللي تقول لك الى دارت انا مثلا اه فاليديد سميستر اللولة مثلا او لا او لا او لا او لا او لا وكذلك اصحاب ماستر او لا او لا فاليديدية ها ديك سميستر راه فاليديا رات رات تحسب انك فاليديدية را ما يمكنش انك تعود واحد الحاجة فاليديدية. دونك هذا بخصص صحاب لافاك الناس اللي تسولو. وكذلك واحد سؤال خر وش المغرب سبق لي دار سنة بيضاء. فمني قلبت على جواب ديال هاد السؤال هذا. فالمغرب عمرو سبق انه دار سنة بيضاء. واحد سؤال خر تسولو تلاميذ وشف مصلحتنا انه دار سنة بيضاء. طبيعة الحال كان نصيحة اخوية فراها ماشي من المصلحة ديالك انه دار سنة بيضاء. كانين بعض تلاميذ اللي تتلقى هم فرحانين انهم الى دار سنة بيضاء. فاخدها كنصيحة اخوية والله تغت ندم على هاد السنة اللي غتمشي لك. هاد الشي راه ما غتشوفوش من دابة غتشوفو من بعد. لانه الى كتي غتشد البكالوريا ديالك في تمنتاش العام غتشدها في تسعتاش العام. غتشد سنة مشات لك ما العمر ديالك. كتي غتخدم مثلا في تلاتة وعشرين عام او لاربعة وعشرين العام. غتشد يختم في خمسة وعشرين والسة وعشرين. دونك راه عام على قدوس. شوف انت بلا ما تشوف من جهة الدولة شوفها من جهة كتا. انت راه عام غلي يمشي لك من حياة. فابور ما سافتي فيه ولو. دونك راه الناس اللي عندهم الامكانيات. فحاولوا انكم تستغلوا هاد الفرصة هادي. وقراوا. وراه واخا كما قلت لكم انها صعيبة لانه بعد بطبع تلميذ. باقي ما اول اخطر انه تجرب هاد تعليم عن بعد. فبالنسبة للطلبة والناس الخيرجين فرا هاد الامور غتجيهم عادية. لانه ديال الناس منيش يشتول ديبلوم ديالهم او لا كذلك منيش يكونوا تقرأوا مثلا في مدارس العليا او لا كذلك في الكليات. فراه كين الناس اللي ستبغي تقرأ فراه ضروري انها تتقرأ عن بعد. وهذا يرى ما سيشي حاجة اللي هتكون غريبة عليهم. هذا غيبقى انه مشكلة بالنسبة للتلاميذ لغتجيهم شي حاجة غريبة. حيث اول خطرة غيشوفوا هاد تعليم عن بعد. حتى نتمنى انه ما يقترش عليكم. وكذلك بالنسبة للأسر نتمنى انهم يتساعدوا مع الاولاد ديالهم في هذه الدرفية. ولكن في المستطاع انهم يوفروا لهم واحد الفضاء في ان يقرأوا عن بعد. كتخصيص مثلا غرفة او لوحة الاسباس الخاص للتلميذ او التلميذة باش تاخد الحرية ديالها في تعليم عن بعد. وكذلك انها تواكبها لانه في هذه الدرفية هادية راه ماشي المؤسسة اللي تابع التلميذ راه الاسر دي بل هما اللي خصهم يواكبوا اولاد ديالهم. خصك انك مثلا عندك دري صغير تلميذ او لا تلميذة. خصك تدلي واحد البروغرام دياله وقيتفاش يقرأ. وقيتفاش اياكل يلعب. راه داك شي من ضروريات. ولكن خصك تابعه كذلك تواكبه. لانه ما يبقاش عطيها غال لعب. راه ان شاء الله غاتفوت هاد الازمة هادي. وما بغناش انهم يكونوا ما استغلوش هاد طرفية هادي. وكذلك واحدة تساؤل انه هوش ممكن تدار هاد السنة البيضاء. كما قلت لكم انه راه ماشي مستحيل ما تدارش راه الى بقى الوضع في هاد الشكل هادو. وبدأت تتفاق من الوضعية. فراديك ساعة تغدار هاد السنة البيضاء. لانه كما تنقوله ماشي لخاطرهم. ولكن راه الى وكبتو الاخبار لهاد الايام الاخيرة. فالحمد لله راه بتاتين قصدك شي ما بقاش بديك الواتيرة. وتنتمنى انه يبقى غادي وتتناقص سي تم الحد يالو. وهذا ما كان بخصوص هاد الفيديو هادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.